موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من العالم بيون سعودية نبدأها بالعنوين تواصل الحملة العسكرية التي يشنها النظام الأسد وميليشيات حزب الله لبناني على مدينة الزبداني لليوم العاشر على التوالي وطيران النظام يحصد 35 قتلا في متزرة على مدينة الباب في حلب البيت اللاب يضيع للمستمرار المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا رغم وجود خلافات جوهرية ومجموعة خمسة زايد واحد تكشف عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بشأن الحضر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة موسيقى أهلا بكم تتواصل اليوم الاثنين الحملة العسكرية التي يشنها النظام الأسد وميليشيات حزب الله لبناني على مدينة زبداني بريف دمشق لليوم العاشر على التوالي إذ شن طيران النظام أكثر من ثمانين غارة كما القتل مروحيات ما يزيد عن ستة عشر من البراميل المتفجرة تزامن ذلك مع إسقاط الثوار لطائرة استطلاع في سماء المدينة وصد محاولة تقدم جديدة لقوات الأسد وميليشيا حزب الله من المدخل الغربي والجنوبي للمدينة إلى ذلك قتل خمسة وثلاثون شخصا وجرح أكثر من خمسين آخرين بينهم إصابات خطيرة وحالات حرجة جراء قصف الطيران المروحي لقوات الأسد بالبراميل المتفجرة تجمعات سكانية وأسواق مزداحمة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي على جانب آخر غلقت مجددا قوات الأسد المعبر الوحيد المودي إلى مدينة معظمية الشام المحاصرة في الغوط الغربية بريف دمشق بالإضافة إلى منعها من دخول المواد الغذائية وذلك بعد اشتباكات مع المعارضة تطورات عسكرية متسارعة في سوريا لا تخفي تحولات وصفها البعض بأنها جوهرية خصوصا وأنها تعكس القدرة القتالية والهمة النفسية لدى الأطراف الفاعلة على الأرض النظام السوري يعاني كثيرا في حلب وذلك بعد عشرات من القتلى في صفوفه على وقع المعارك الضارية مع المعارضة السورية المسلحة في محيط حي حلب الجديدة واستهداف الأخيرة لمعاقل النظام في حي الخالدية بحلب محققة إصابات مباشرة في صفوفه تلك المعارك الساخنة توزيها غربا ضربات قاسية لمعاقل النظام في قمة النبي يونيس بريف اللاذقية الشمالي بقذائف الهاون من قبل المعارضة واستشباكات عنيفة بين الطرفين في محيط منطقة دورين بريف اللاذقية بعتقد في المرحلة الأخيرة وخاصة بعد الهزائم التي ألحقتها قوى السوار وخاصة في محافظة إدلب أثرت تأثير كبير على وضع النظام السوري في مدينة حلب من الناحية العسكرية خاصة أن طرق الإمدادات بالنسبة لمحافظة حلب أصبحت صعبة جداً صار في عملية التفاف يريد أن يطلع من حما عبر الصحراء عبر البادية ليس لخناصر وليس لحلب المشهد ليس أفضل حالاً بالنسبة للنظام في مدينة الزبداني بالقرب من دمشق وبمحاذاة الحدود اللبنانية حيث يتكبد هناك خسائر بشرية رغم أنهم مدعوم بشكل كبير من قبل حزب الله اللبناني وميليشيات عراقية فضلاً عن خسارته لطائرة استطلاع في سماء المدينة أسقطها مقاتلو المعارضة معارك عنيف منذ أيام على جبهة الزبداني يشنها النظام حزب الله في محاولة للسيطرة على المدينة الاستراتيجية إلا أن الرياح تجري عكس سفينة الأخيرة حتى اللحظة ما جعل النظام يكثف غاراته الجوية على المدنيين في الزبداني والتي بلغت ثمانين غارة في ساعات قليلة هذا الفشل الذي يعاني منه النظام السوري وداعمه قابله حديث لزعم حزب الله اللبناني حسن نصر الله يحاول من خلاله شحذ همة الجنود المتهالكة وشرعنة تدخره في سوريا فقال على الملأ أن الطريقة إلى القدس يمر بالزبداني وهو ما أثار سخرية الناشطين السوريين الذين قالوا أن القدس لا تقبل أن يدخلها من تمرغت أيديهم بدماء السوريين معركة الزبانة كثير مهمة والقلمون كلها الناس المقاتلين السوارة وإن كان الجميع أصبح بيعرف أنه هنين سكان المنطقة نفسها وهم ناس قسات ناس متعودين على الحياة الصعبة والقاسية لأنه كلهم سكان جبال ومناطق ومرتفعات ومتعايشين على طرفي الحدود بيعرفوا الطبيعة والتضاريس ما بين الحدود السورية والحدود اللبنانية وفوق كل هذا بدأ النظام باستخدام آلية جديدة في إراقة الدم السوري وهي حاويات القمامة المعبئة بالمواد المتفجرة وبعضها مزود بالغازات السامة لتحصد هذه الحاويات زهاء عشرين روحا في حلب يوم أمس فضلا عن أربعين مصابا وعشرات مفقودين المعارك مستمرة بين النظام السوري والمعارضة السورية المسلحة في شمال البلاد وجنوبها والسنتكاسات الخطيرة في صفوف النظام السوري وصمود من موسي الجانب من قبل المعارضة لبرنامج العالم بعيونين سعودية ديم السيد إسطنبول وللنقاش في محورنا الأول لهذه الحلقة ينضم إلينا من واشنطن الدكتور نبيل ميخايل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن ومن إسطنبول سيد جورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري وعضو هيئة رئاسة الاتلاف مساء الخير أو صباح الخير جميع ضيوفنا الكرام أبدأ معك ضيوفنا من إسطنبول سيد جورج صبرا حول هذه الحملة العسكرية المتواصلة على زبداني من قبل قوات النظام وقوات حزب الله إضافة أيضا إلى ما وصفها بالمسرحية التي يطل من خلالها داعش على المشهد الحاصل في الزبداني وهذه الحملة العسكرية كيف تقيم الموقف حتى الآن سيد جورج بعد عشرة أيام تقريبا من هذا العدوان وهذا الضرب المتواصل للزبداني صباح الخير لكم وللضيوف وللمشاهدين الكرام معركة الزبداني معركة قاسية وصعبة لكل أطراف تشارك بها ميليشيا حزب الله بجدية كبيرة لأنها تأمل بأن تعوض معنويا على الخسارة الكبيرة التي مني بها هذا الحزب في معارك القلمون ويعلم الجميع كيف طبلوا وزمروا لمعركة القلمون الذين سيبدأوا بها ويثأروا لكل هزائمهم السابقة ولم يكن هذا التطبيل والتزمير أكثر من استعراض لأن توابيت الميليشيا كانت تعود إلى لبنان إلى الضاحية إلى الجنوب إلى البقاع من جرود عرسال من جرود فليطة من جرود يبرود وهذه الميليشيا تحاول في معركة الزبداني أن ترد قليل من الاعتبار لها ولحاضنتها الاجتماعية التي بدأت تتساءل بجد ما هي المصلحة من أن يخوض اللبناني هذه الحرب من أجل عيني نظام أصبح منتهي كنظام بشار أسد ومن الجدير بالذكر هنا أن منطقة الزبداني بالذات كانت المكان الذي تدرب به مقاتلو حزب الله عندما كانوا مشروع مقاومة شربوا من ماء الزبداني وأكلوا من أيدي أبنائها وهاهم الآن للأسف يردون للزبداني جميل بتدميرها بقتل أبنائها من المؤسف أن نرى هذا المشهد هذه الأياب الزبداني أما بالنسبة للنظام فهي معركة جادة أيضا لأن منطقة الزبداني توازي الحدود السورية اللبنانية كذلك على بعد بضعة كيلومترات من طريق بيروت دمشق كذلك أيضا هي تشرف على مدينة دمشق من المناطق المرتفعة لذلك يخوضها النظام السوري أيضا بجدية وصعوبة لأنه كما يعلم الجميع أن الحدود اللبنانية وطريق بيروت دمشق أصبحت هي المعبر الوحيد لخوى النظام السوري إلى خارج البلاد بعد أن فقد جميع المعابر مع الحدود الأردنية مع العراقية ومع التركية أيضا لذلك هو يحاول أن يحول دون أن يسيطر الثوار على هذه الطريقة الدولية الأساسية ويحيطون من الغرب إلى جانب إحاطة الثوار من الشرق من جوبر من عربين من دومة من الحجر الأسود وبالتالي يضيق الخناق على بشار الأسد وزمرته في دمشق لذلك يلجأ النظام إلى قصف المدينة بالطائرات رمي براميل الموت على المدنيين كالعادة لأن معظم المقاتلين جميع المقاتلين هم من أبناء المنطقة من الزبداني من مضايا من بلودان من سرغايا وليس هناك مقاتل واحد من داعي في هذه المنطقة جميعهم من أبناء منطقة الزبداني حرروها منذ ثلاث سنوات ويحافظون على تحريرها وبإذن الله سيتمكنون من فك الحصار عنها والانتصار لشعبها المقاوم والذي انتصر للثورة منذ الأيام الأولى نعم لا يوجد أحد من داعش وكما ذكرنا في مقدمة السؤال البعض وصفها بمسرحية من قبل داعش من خلال تصوير مقاطع الفيديو التي تثبت وجودهم في الزبداني ووجودهم في هذه المعركة لعبة إعلامية سيد جورج يعني لمصلحة من ربما برأيك بالتأكيد هذا التكتيك أصبح معروف بين داعش والنظام السوري لأنهم يريدون أن يثيروا المخاوف في العاصمة يريدون أيضا يثيروا الشكوك والمخاوف الدولية أيضا لأن هذا الموقع كما قلت قريب جدا من الحدود اللبنانية قريب جدا من طريق بيروت دمشق وكذلك يشرف على العاصمة من الغرب لكن هي نوع من البروغاندا يقوم بها النظام من أجل إثارة الدعر من أجل تجييش داخلي ودولي ضد أهل الزبداني الذين يدافعون عن قراءهم عن كرامتهم عن حريتهم منذ أكثر من أربع سنوات نعم دكتور نبيل ربما أسباب ومبررات كما وصفها سيد جورج تدفع النظام السوري لشن هذه الحملة على الزبداني لكن بالنسبة لحزب الله محاولة تعويض الخسائر في القلمون كما ذكر أيضا سيد جورج لكن الأنباء تشير إلى تكبد النظام وأيضا قوات حزب الله خسائر بشرية دون إحراز أي تقدم في صالحهما من ناحية حزب الله كيف نقرأ حسابات الحزب في المشاركة بهذه الضراوة في هذه المعركة؟ السؤال الهام سؤال الحزب الله ليست بمعزل عن إيران مع اقتراب توقيع اتفاق نهائي أو شبه نهائي أو حتى جزئي من بين المجموعة السوداسية وجمهورية إيران الإسلامية تحاول إيران الضغط على الطرف الغربي وبذات الولايات المتحدة عن طريق محاولة إفهام صانع قرار السياس في واشنطن بأن إيران تملك الخيوط التي تستطيع أن تحرك بها كل القطع على رقعة الشترانج في سوريا في البحرين في اليمن وفي العراق أيضا فأعتقد أن مجموعة حزب الله العسكري في المعارك الضارسة التي تدار حاليا في سوريا هو الزروة القمة لأنه يريد أن يحقق انصارات يريد أن تصبح إيران منتصرة وبالتالي تكون هناك ورقة ضغط إيرانية على الغرب لكن إيران أيضا تأخذ في حزبانها مواقف روسيا لأن روسيا داعم قوي لنظام الأسد فأعتقد أن النتيجة ستكون خسائر فدحة في الطرفين لأنه لا يمكن أيضا تجاهل قوة حزب الله العسكرية يعني أنا بتابع أخبار سوريا من الصحف الأمريكية كما أفهم من تقارير النيويورك تايمز والواشنطن بوست والول ستريت جيرنال أن قوات الأسد تعطي نسبة كبيرة أو نصيب الأكبر من القتال لحزب الله لأنه عنده اللوجستيكية أو قدرات اللوجستيكية على التحرك سريعا من جنوب لبنان إلى مناطق قريبة من الحدود السورية اللبنانية ما فهمت أيضا أن هناك معارك والأستاذ جورجي ممكن يصحح لي في هذا تدور مباني حزب الله وجابهة النصرة فهذه نقطة مهمة أيضا معناها للأسف أن الصراع يأخذ أيضا شكل طائفي فالسؤال هو متى ستوقف القتال أعتقد أنه ستكون هدنة يعني لن يكون هناك طرف رابح مئة في المئة ستكون هناك نوع من التوازن الحش الهدنة المؤقتة إلى حال إشعار آخر فأعتقد أن حزب الله يحاول الحفاظ على توازن القوى لكن هذا التوازن مختل لأنه يؤدي إلى صراع سريع وبالتالي ستكون هناك جولة أخرى من القتال حول حلب حول الحدود السورية اللبنانية إلى أن يتحرك المجتمع الدولي ويوقف المأساة الدامية في سوريا الشقيقة نعم سيد جورج كيف تتوقع أن تكون نتيجة هذه المعارك الضارية الآن في المستقبل يعني الخسائر الفادحة التي يتكبتها قوات النظام وحزب الله في مقابل المقاومة الشرسة كذلك في الزبداني هل تميل إلى ما ذكره الدكتور نبيل من ناحية على الأقل هدنة يعني خلال الأيام القادمة تهدى فيها الأمور قبل حسمها سيد جورج إذا كنت تسمعني سألتك عن توقعاتك لنتيجة هذه المعركة الطاحنة الآن فيه في الزبداني كيف تتوقع أن يكون السيناريو المقبل سيد جورج صبرا يبدو أن الصوت لا يصل إلى سيد جورج صبرا أعود إليك دكتور نبيل ميخايل مرة أخرى دكتور نعم أعود إلى دكتور نبيل مرة أخرى دكتور نبيل فضل يعني هل تعتقد أن أنا سمع حضرتك فضل فضل نعم دكتور نبيل يعني فيما يتعلق بحزب الله هل تعتقد أن حزب الله سوف يراجح حساباته بعد الخسار التي تكبدها في معارك سابقة قبل معركة الزبدانية وهذه الحملة العسكرية على الزبداني كان هنا البعض يقول أن الحزب ربما يراجح حساباته فيه متعلق بأن يرمي بجميع أوراقه مع قوات النظام ومشاركته قوات النظام في حربها المتواصلة للسنة الخامسة على التوالي الآن لكن هل تذهب إلى ما تطرقت له من ناحية الدعم الإيراني ربما يكون دعما يجعل الحزب يستمر في هذا الدعم المتواصل لقوات النظام في حربها ضد المعارضة؟ هذا سؤال مهم حتى الآن لم تصدر أي تصريحات من قيادة حزب الله سواء سياسية أو دينية بمراجعة استراتيجيتهم لكن كل شيء جائز والأمر كما ذكرت في المخدمة توقف على التعليمات الصادرة من طهران لكن الخوف أن حزب الله يتحول إلى حرب من ميليشيات إلى حرب عصابات يعني بأسلوب اتباعه هو إضرب وهرب فممكن يكون مثلا بينسحب تدريجيا لأنه فيه خسائر وفيه خسائر في قوات الأسد فادحة والفترة مش بعيدة كان هناك حديث عن صعوبة تجميع قوات موالية للأسد لأنه فيه حالات فرار نسبة عالية ما بين الموالين للأسد ممكن حزب الله يتراجع ويحاول التحكم في الطرق السريعة بحيث أن أي تقدم من أي قوات معارضة قد تلاقي نوع من الضرب المباغة من الجوانب يعني أنا مش شايف أي تحليل عسكري من قبل البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية لأسليب حزب الله لكن زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة أن حزب الله يعتمد على فلسفة أو استراتيجية الكسافة البشرية بمعنى أنه يضع قوات بحجم كبير وبعدين تكون حرب ضارسة جدا فهو لا يمانع أن يخسر قوات طالما أن الطرف الآخر أيضا يخسر قوات ربما تتغير تلك الاستراتيجية ويصبح الدفاع عن الأرواح هو الأمر الأهم فأنا في رأيي أن موقف حزب الله حتى الآن يتسم بالغمود إلى أي مدى سيؤدي إلى أن يدافع عن نظام الأسد ما هي الاستراتيجية التي توقعها وإذا انسحب من القتال بعد خمس أو ست سنوات ما هو المبرر الذي سيستخدمه عندما يعلن أنه لن يدعم الأسد عسكريا في المستقبل فكلها تساؤلات هامة لكن لا أرى أي تحليل أمريكي عميخ حتى مراكز الأبحاث لم تحلل دور حزب الله يمكن هم حللوه في الجنوب اللبناني عندما كان يهاجم إسرائيل لكن حتى الآن لا أذكر أي دراسة جادة تناولت دور حزب الله في دعم نظام الأسد في الحرب السورية القرية حتى الآن نعم أعود إلى سيد جورج صبر من جديد كنت سألت قبل قليل لسيد جورج عن السينيوريهات المعركة القادمة خصوصا مع الأنباء التي تحدثت عن التقارب الكبير بين القوات وثوار المدينة القوات التي تواجه النظام وحزب الله من دون شك هناك خشية كبيرة من النظام بأن تتقدم قوى الثورة التي تحرز انتصارات منذ أسابيع وأشهر في الجبهة الجنوبية تتقدم على محور درعة دمشق أو القنيطرة دمشق وتصبح قريبة جدا من الطرف الجنوبي للعاصمة وهنا يأتي دور أهمية معركة الزبداني في أن ترفض هذا الحصار الذي سيقع على نظام بشار الأسد لكنني أريد أن أقدم إجابة سريعة لتساؤل أخ نبيل حول طائفية هذه الحرب نحن نسأل من الذي يرفع رايات الطائفية والمذهبية في هذه الحرب هل عبر السوريون الحدود إلى لبنان ليرفعوا الرايات الطائفية ويمارسوا حربا طائفية أم أن طائفي حزب الله هم الذين عبروا الحدود وأدعوا أنهم يريدون حماية قبر السيدة زينب وكذلك الأماكن المقدسة للشيعة في سوريا ونحن نسأل من الذي كان يحمي هذه المشاعر المقدسة منذ مئات السنوات ثم إذا كانوا أرادوا أن يحموا ضريح السيدة زينب في دمشق لماذا يحاربون في حمص؟ لماذا يحاربون في حلب؟ نعم من يثير هذه الفتنة الطائفية السنية الشيعية هو المصدر الأساسي من طهران ويوظفون به أدواتهم التي يستقدمونها مرة من العراق ومرة من لبنان ومرات أخرى من أماكن بعيدة من أفغانستان وغيرها ليسأل الجميع غير السوريين عن النهج الطائفي لأن السوريين يدافعون عن وطنهم عن حريتهم عن أبنائهم جميل طيب سيد جورج أخيرا هذا القصف العنيف وهذا الهجوم غير المسبوق على الأقل في الأشهر الأخيرة من قبل قوات النظام مدعوم بحزب الله كما أشرت يعني ما هو المبرر برأيك؟ في مقابل أن قوات النظام خلال الأشهر والأسبوع القليل الماضية كانت تفقد بعض المناطق حتى بسهولة كما وصفها البعض سواء لصالح قوة المعارضة أو لصالح داعش بينما هنا يعني معارك ضارية ويتمسك بقوة في محاولة السيطرة على هذه المدينة ما هو التفسير برأيك؟ هو الانهيار الكبير لمؤسسات النظام الأمنية والعسكرية والسياسية وكما يتحدث الجميع أن النظام السوري وضع قدميه في بداية النهاية هو يحاول أن يؤخر هذه النهاية لذلك انسحب إلى مناطق يتمكن من الدفاع عنها يريد الدفاع عنها لأسباب استراتيجية وواحدة من هذه المناطق هي منطقة الزبداني لذلك هو يدفع بثقله الكبير أريد أن أضيف أيضا أن زبداني على تماث مباشر مع أماكن تموضع قوات النخبة للنظام السوري وهي قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة الموجودة على هضاب قدسية وحوالي معظمية الشام لذلك يريد أن يدافع بشراسة ويمنع تقدم قوى الثورة باتجاه العاصمة شكرا جزيلا لك سيد جورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري وعضو هيئة رئاسة الاتلاف كنت معنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن الدكتور نبيل ميخايل أرجو أن تبقى معنا مشكورا للحديث في محورنا القادم وفي العالم بعيون سعودية بعد الفاصل البيت الأبيض يعلن استمرار المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في فيننا رغم وجود خلافات جوهرية ومجموعة خمسة زاد واحد تكشف عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بشأن الحضر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة كثف وزراء خارجية دول المشاركة في مفاوضات فيننا حول الملف النووي الإيراني جهودهم لتوصل إلى الاتفاق التاريخي الموعود إلا أن فرص التوصل إليه تبقى محدودة ومنذ يومين يؤكد المشاركون في هذه المفاوضات أن الاتفاق النهايي بات في متناول اليد أو جاهزاً بنسبة 98% وأن تجاوز العقبات الأخيرة لا يحتاج سوى لبضع الإرادة السياسية أو لبعض الإرادة السياسية وللمرة الأولى منذ أيام عدة انضم وزراء خارجية روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأوروبا إلى اللقاء الذي جمع وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين في قصر كوبورغ في فيينا وفي الوقت الذي عبر فيه مسؤول التفاوض الإيراني جواد ظريف عن استعداده للمضي في التفاوض طالما لزيم الأمر أعلن البيت الأبيض الاثنين أن مفاوضات فيينا حققت تقدماً فعلياً مع استمرار وجود نقاط خلافية ملمحاً إلى أمكانية استمرارها إلى ما بعد الاثنين ومددت المفاوضات براراً بسبب خلافات تركزت على المدة لتوصل إلى اتفاق وعلى وتيرة رفع العقوبات والدخول إلى المواقع الأسكرية الإيرانية كما تعثرت أيضاً على خلفية رفع القيود عن البرنامج الباليستي الإيراني وتجارة الأسلحة كما تطالب إيران مدعومة بروسيا لا تمديد للمفاوضات هذا ما كان قد أكد عليه محمد جواز ظريف وزير خارجية إيران من على شرفة قصر الكوبورغ حيث تعقد المحدثة بين بلاده وقوى خمسة زائد واحد قبل يوم واحد فقط من انقضاء مهلة التمديد الثالثة ليحل الموعد المفترض فيخرج ظريف مرة أخرى من على نفس الشرفة فيفند ما كان قد جاء على لسانه وتغيب بذلك معايير الدبلوماسية فاجتماعات يوم الاثنين التي تنتهي عنده فترة الاتفاق المرحلي الموقع عام 2013 بدأت بأجواء إيجابية إنعكست بتصريحات وزير خارجية الصين وانج ييه عند وصوله إلى فيينا للانضمام إلى طاولة المفاوضات الصين ترى أن أي اتفاق لا يمكن أن يكون مثالياً لكن الظروف متوافرة لإبرام اتفاق جيد نعتقد أنه لا يمكن ولا يجب أن تكون هناك مهى الإضافية إن الظروف الراهنة مهيئة لذلك إلا أن التفاؤل الذي جاء على لسان الوزير الصيني سرعان ما تبدد مع وصول وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا الذين تجنبات تطرق لمسار المفاوضات رداً على أسئلة الصحفيين مكتفين بالحديث عن أزمة الديون اليونانية ومع تواصل حالة التكتم في مسار المحادثات تؤكد مصادر غربية عن بقاء بعض المسائل الخلافية التي تتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي بحضر تصدير وتوريد الأسلحة الإيرانية في حين يؤكد المراقبون على عمق التعقيدات المتعلقة بآليات تنفيذ الاتفاق الشامل حال إعلانه خاصة ومع ضرورة طرحه على الكونغرس الأمريكي هناك الكثير من التعقيدات في النقاشات حول آليات تنفيذ الاتفاق حال إبرامي فضلاً عن كيفية رفع قرارات مجلس الأمن والعقوبات المفروضة على طهران وإن تم الاتفاق فذلك لا يعني أن الأزمة قد انتهت فإذا رفض الكونغرس بنود الاتفاق يتوقع أن تذهب كل الجهود سودا وتعود أزمة العلاقات إلى نقطة البدء لا مكان للوعود ولا المواعيد في مفاوضات فيينا النووية التي تدخل أسبوعها الثالث لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة في ظل انتظار مفاجآت الساعات الأخيرة لبرنامج العالم بعيون سعودي ينايف نوفل فيينا ولنقاش في هذا المحور نواصل مع ضيفنا من واشنطن الدكتور نبيل ميخايل أستاذ علوم السياسية في جامعة جورج واشنطن ومن لندن ينضم إلينا الأستاذ حامد الكناني الكاتب الصحفي والمختص في شؤون الإيرانية مجدداً ورحب بكم ضيفنا كرام وأحييك سيد حامد ضيفنا من لندن وأبدأ معك الحديث حول هذه المفاوضات وهذا المراثون من المفاوضات بين مجموعة الستوى وإيران المراحل الأخيرة والنهاية التي وصلت إليها هذه المفاوضات ولكن بعد المهلة الأصلية التي انتهت في الأول من هذا الشهر ثلاث مرات يتم تمديد المفاوضات هل تتوقع أيضاً تمديد إضافي؟ يعني كيف تتوقع أن يكون شكل المفاوضات أو طبيعة التوصل إلى اتفاق؟ هل من فرص للوصول إلى اتفاق حقيقي خلال الساعات والأيام القادمة؟ تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام وأيضاً لمشاهدي القناة الإخبارية بالنسبة لهذه التمديدات التي آتت بعد يوم الثلاثين من شهر الماضي هي بالواقع نوع من التصرفات الإيرانية لأن إيران هي التي طرحت قضايا لم تكن موجودة ضمن المفاوضات ومنها موضوع الحظر الذي كان مفروض على إيران للأسلحة وخاصة الصواريخ الباليستية وهو أعتقد قرار 1929 وصدر حينها ضد صاروخ شحاب ثلاثة وباقي نعم نعم سيد حامد أسمعك بشكل جيد إذا كنت أسمعني واصل حديثك نعم سيد حامد يبدو أن الاتصال انقطع سنعود إليك إن شاء الله سيد حامد في حال جاهزية للصوت أتوجه إلى واشنطن دكتور نبيل ميخايل لعلك استمعت إلى هذه المقدمة أو هذا التقرير ومقدمة حديث السيد حامد الكناني حول الأسباب التي ربما دعت إلى ثلاث مرات يتم فيها تمديد مهلة المفاوضات بعد الثلاثين من الشهر الماضي أو بداية هذا الشهر يعني كيف تتوقع بداية هل تعتقد أن فعلا هناك ملفات عالقة من ضمنها ملف الصواريخ الباليستية أما أن هناك أمور في الخفاء ربما يعني يجري التفاوض معها ومن خلالها يتم وضع لمسات الأخيرة لاتفاق نهاي أعتقد أن هناك ثلاث محاور أولا هناك نقاط يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها ثانيا هناك نقاط يمكن تأقلها ثالثا هناك نقاط شائكة ستقتضي وقت طويل جدا في المفاوضات ويعتمد حلها على قوة الدفع والمومنتم التي ستنتج من نتيجة تطبيق هذا الاتفاق الكل هنا يسأل لو وقعت أمريكا اتفاق مع إيران ما هي الخطوة التالية؟ ماذا بعد هذا؟ هل سيؤدي هذا إلى تغيير نهائي في سلوك إيران؟ هل سيؤدي هذا إلى تحويل برنامج إيران النووي إلى برنامج سلمي 100%؟ ففترة تطبيق القرارات الخاصة بالاتفاق ستكون أهم من التوقيع عليه لأنها ستكون التجربة الحقيقية لاختبار نواية وتطلعات إيران في المنطقة أنا في رأيي أن شخصين مستهرب كيف تكون هناك نقطة خاصة برفع الحزر على إيران الخاص باستراد الأسلحة؟ لأن إيران تستورد أسلحة من روسيا أو بإمكانها استراد أسلحة من روسيا أو من الصين أو حتى من الهند فلماذا تكون تلك النقطة نقطة هامة في المفاوضات الجارية حاليا في سويسرا أو في نمسا أو في أي موقع الخاصة بتسليح إيران دي نقطة مهمة السرواح الصواريخ الباليستيكية أنا أعرف أن إيران اشترت عدة صواريخ باليستيكية طويلة الأجل أو طويلة الأمد لكن لها ليست عابرة للقرارات من كوريا الشمالية فأعتقد أن المخابرات الغربية ووزارات الدفاع الغربية لديها معرفة جيدة بما تصنعه كوريا الشمالية من قدرات من ناحية أسلحة المدفعية وأسلحة الصواريخ فأعتقد أن دي نقاط جانبية لكن نحن نفهم أن القضية خاصة بالاتفاق حول المفاعلات النووية الإيرانية السؤال هو هل فعلا هناك اتفاق حول المفاعلات النووية الإيرانية؟ نفهم أن المعادلة تدور كالآتي أن إيران ستقبل بإشراف دولي أن إيران ستسمح بتخفيض كمية وحجم اليورينيوم المستخدم كوقود نووي لفترة ما ربما يكون هناك خلاف حولها أنه بمقتضى توقيع تلك الاتفاق ستتلم إيران جزئيا أو كليا أرصده مالية مجمدة في العديد من البنوك أعتقد أن الرقم المعطى حوالي 200 مليار دولار رقم في هذا الحدود أن إيران بعد أمد ما ستسمح باستئناف نشاطها النووي فأعتقد أن هناك ملامح عريضة لخطوط حول الاتفاق لا نعرف لماذا يتم الإعلان عن قرب التوصل إلى الاتفاق وبعدين يتم خزلانا الكل بأنه لا اتفاق يعني في هذا الصباح قرأنا الاتفاق على وشك إعلانه في عدة ساعات مضى اليوم بكامله وليس هناك اتفاق ما بين المجموعة السوداسية وإيران أنا شخصي أعتقد أنه ستم إعلان اتفاق ما جزئي أو كلي صفقة يعني توصفه بما تحب قبل حلول عيد الفطر المبارك فربما تكون الـ 48 ساعة المقبلة أو الـ 72 ساعة المقبلة ساعات حاسمة لكن كما يقول التعليق الأمريكي The Devils in Detail إبليس في التفاصيل ستكون هناك تفاصيل كثيرة جدا سنراها في مرحلة التطبيق وهذا هو الأهم نعم أعود إليكم الجديد سيد حامد الكناني يعني الدكتور نبيل تساءل حول واحدة من النقاط الخلافية أو موضوع النقاش الآن فيما يتعلق برفع الحضر عن الأسلحة الإيرانية سواء الصواريخ البارستية أو غيرها دكتور نبيل يقول أن إيران تستورد الأسلحة من روسيا من الصين حتى من كوريا الشمالية فوجود مثل هذا الخلاف الآن في مقابل مثل هذه القدرة على استيراد السلاح حتى في ظل وجود الحضر كيف تفسره؟ بالنسبة للموضوع الخلافي هو الآن هذا تم يعني إيجاز صيغة للخروج من عنده ولكن إيران طرحت موضوع آخر وهو إعطاء أي إضافة شرعية لكل نشاطاتها نعم مع الأسف يبدو أن الصوت انقطع مرة أخرى دكتور سيد حامد تسمعني أيضاً قطاع جديد للصوت أعود إليك دكتور نبيل ميخايل هذا الجزية التي بدأ بها السيد حامد هل بالفعل إيران تريد إضافة شرعية على كل تصرفاتها فيما تعلق باستقدام الأسلحة استيرادها فيما تعلق ربما حتى بملفات شائكة في المنطقة تلعب إيران فيها دور كان خفي ربما سابقاً أو واضح كما كنا نتحدث عن الملف السوري من خلال حزب الله هل تعتقد بالفعل أن إيران تريد أن تبحث عن غطاء شرعي لكل ذلك؟ لا شك في هذا يعني لو حضرتك استخدمت تعبير الشرعية وحترجمها لجتمسي طبعاً هذا ما تبغيه إيران يعني إيران دولة معزولة لفترة طويلة وفردت عليها عقوبات دولية وأيضاً ينظر إليها أنها دولة راعية للإرهاب يعني هي مصنفة كدولة تؤيد الإرهاب فبالتالي لو تفاوضت مع المجموعة السوداسية والمجموعة السوداسية كانت تتفاوض نيابة على المجتمع الدولي فلا شك أن هذا أولاً رد الاعتبار إيران وبعدين نوع من التأهيل أو الشرعية لها في المجتمع الدولي لكن يعني الأمر الذي أنا أحاول أطرحه ولا أريد خلق أي تناقض اصطناعي هو ما هي سياسة إيران الإقليمية؟ هل تستطيع إيران إنهاء الحرب الأهلية في سوريا؟ هل تستطيع إيران التعامل مع تركيا؟ هل تستطيع إيران التعامل مع باكستان؟ جميل حاولت أن تضفي إيران نوع من الشرعية على استيرادها للأسرحة وغيرها أيضاً الدكتور النبيل ربما طرح موضوع مهم يتعلق بالأهم من هذا الاتفاق هو ما بعد الاتفاق كيف ستكون سياسة إيران؟ كيف سيكون سلوك إيران في المنطقة فيما لو تم توقيع الاتفاق النهائي؟ طيب أشكرك سيد حامد الكناني شكراً جزيلاً لك نضطر أن نودعك الآن بسبب انقطاع الصوت لأكثر من ثلاث مرات من المصدر أعود إليك دكتور نبيل كنت أتحدث عن ما بعد توقيع هذا الاتفاق الوجود الإيراني والأدرع الإيرانية في العديد من الملفات في المنطقة وأنت كنت تتحدث عن ذلك سواء في سوريا في العراق وفي اليمن هل تتوقع أن هناك تفاهمات تجري حالياً فيما تعلق بهذا الدور الإيراني ما بعد الاتفاق النهائي بين مجموعة خمسة زاد واحد وإيران؟ لا شك في هذا لكني أتحيالها بالطريقة الآتية إنه سيكون هناك نقاش داخل أروقة وأوساط الحكم في إيران ما بين المرجعية الدينية العام والساسة العسكرية والمجلس اللي هو يعني يعتبر الهيئة التشريعية أو النيابية بالإضافة إلى البيروقراطية وخصوصاً البيروقراطية الخاصة بالأمن القومي وبأمن إيران يعني مثلاً السؤال هو ما هو دور الحرس الثوري الإيراني في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق نووي أكيد طبعاً حيب فيه نقاط اختلاف ونقاط إجماع لكن أنا في رأيي أن إيران تريد الأول تهديئة الأمور حتى تحصل على جزء من أموالها ربما يكون هناك توجهات مختلفة للنظام الإيراني لكن لا شك أن إيران ستحاول استثمار أي أموال تحصل عليها في تلبية احتياجات محلية ضرورية جداً للشعب الإيراني والفرد الإيراني العادي وللمستهلك الإيراني طبعاً إيران ستحاول أن تستثمر يعني مالياً ومعنوياً وضعها الجديد في أيضاً تحسين أو تطوير علاقاتها مع تجامعات الشيعة وبذات في اليمن وبذات في البحرين وفي العراق وفي لبنان لكن المشكلة أن المنطقة تضغير تركيا مثلاً في أزمة سياسية تنظيم داعش ما زال موجود يعني مثلاً فلنفرد أن الرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فعلاً نفذ ما وعد به الأسبوع الماضي وأرسل قوات بريطانية من سلاح السعقة ومن الوحدات الخاصة واستطاعوا فيها قضاء على عدة مناطق أو تحرير عدة مناطق في العراق من تنظيم داعش ما هو دور إيران هل سنتحدث عن الجنرال سليماني الذي يغطي الإعلام الأمريكي والغربي أم ستوافق إيران على عملية عسكرية ترعاها بريطانيا مع غياب الولايات المتحدة وبالتالي إيران ستقبل بدور أوروبي غربي ربما يكون أيضاً تحت إشراف حزب حلف نيتو في داخل العراق فعلى إيران أن تعرف العديد من الاختيارات الاستراتيجية بالنسبة لها والأمر سيكون أكثر صعوبة بعد الاتفاق لأنه قبل الاتفاق الكل يهاجم إيران الكل ينتقد إيران لكن مع إعادة قبول إيران في المجتمع الدولي مع توقيع هذا الاتفاق في ساعات قليلة سيبقى السؤال ما هو دور إيران الجديد في ظل معطيات إقليمية واستراتيجية جديدة فالاتفاق سيزيد من صعوبة الاختيارات للنظام الإيراني ولن يسهلها لأن على إيران أن تلعب دور جديد تحت توجه ديبلوماسي جديد طيب دكتور نبيل ماذا عن دول المنطقة في حال توقيع هذا الاتفاق بصيغته وبشكله النهائي ماذا عن دول المنطقة سواء دول الخليج تركيا أو حتى مصر كيف تتوقع أن تكون ردة فعلها حيال هذا الاتفاق هذا سؤال مهم وممكن يكون موضوع حلقة كاملة سأبدأ بمصر أعتقد أن مصر في نظام حكم الرئيس السيسي ترى أن النظام السابق الذي كان تحت حكم جماعة الخان المسلمين حاول أن يقترب من إيران ورئيس محمود أحمد نجاد حضر إلى مصر فأعتقد أن مصر سترحب بالاتفاق مع إقامة نوع من التحفز على أي دور إيراني ناشد ديبلوماسي في المنطقة العربية مصر كما تعرف أيضا تستضيف فصائل كثيرة من المعارضة السورية فربما تحاول مصر معرفة من المعارضة السورية تقييمهم لدور إيران في الصراع أو في تأييد نظام الأسد بعد توقيع الاتفاق أعتقد أن تركيا سترحب به لأن تركيا رسميا هي عضو في حلف نيتو لكن لن تكون تركيا يعني شخص أو هيئة أو كيان يحاول أن يرى أن تلعب إيران دور إقليمي ناشط لأن هذا سيؤثر أيضا على أوضاع تركيا وموضوع داعش وقضية الحرب الأهلية السورية أما بالنسبة لدول الخليج الشقيقة فأعتقد أن تحد استراتيجي لأنهم يخشون أن تؤثر إيران على سياسة أمريكا تجاهها فممكن هناك تكون منخشة أوسع وأكثر استفادة لكن دعني أطرح تلك المنظومة على دول الخليج العربي ومجلس تعامل الخليج العربي أن يعملون كهيئة كمؤسسات تطالب أمريكا بتنفيذ اتفاقيات كامب ديفيد وتطورها وأنا أعني الاجتماع الذي عقد من حوالي شهرين في الولايات المتحدة وأيضا محاولة تحقيق الردع كيف تحقق دول الخليج سياسة أو استراتيجية ردع جماعي تقليدي لأنهم لن يلقوا للأسلحة النووية ربما يستخدمون الطاقة النووية في أغراض سلمية لكن لن يتحولون لقدرات نووية لأن هذا أمر معقد وصعب وحيصير جدل كبير كيف يمكن تحقيق سياسة الردع؟ يعني نحن في شهر على وشك في منتصف تقريبا شهر يوليو بعد أسبوعين ثلاثة ستحل الزكرة الخمسة وعشرين لغزو الكويت في 2 أغسطس من عام 1990 لماذا غزى صدام الكويت أنه لم يكن هناك ردع لصدام من القيام بهذه الخطوة؟ نعم فلو هناك حتى بعد عمرون الخمسة وعشرين سنة ما زالت منطقة الخليج تعاني من الفراغ الاستراتيجي على دول الخليج تحقيق سياسة الردع التقليدي وأعتقد أن هناك مجود مخلص من قياداتهم ويستطيعون تحقيق هذا الهدف في فترة وجيزة جميل وربما يكون ذلك أيضا بتفاهمات كما ذكرت تحت مضالة جامعة الدول العربية أو الدول العربية المؤثرة في المنطقة لكن نقطة أخيرة نود أن نختم بها دكتور نبيل فيما يتعلق بالداخل الإيراني كلنا يعلم أن هناك ربما أطياف ومتضادة في الداخل الإيراني البعض منها لا يرحب بأي اتفاق مع الدول الكبرى كيف تتوقع أن تكون ردة فعل الداخل الإيراني وباختصار إذا سمعت سيكون هناك ترحيب بس سيكون هناك صراع داخلي بين طائفة متشددة تحاول كبح أي جماع نحو التحرر وأيضا جمع غفيرة من الشعب الإيراني تريد الصفر تريد انترنت غير مقيدة أو مراقبة تريد الاتصال مع زويهم في الولايات المتحدة تناقش ما حدث بمنز الإطاحة من الشاة تناقش ما حدث بمنز الإيراني تناقش ما حدث بمنز الإيراني تناقش maaf تناقش ما عدث بمنز الإيراني تناقش ما حدث بمنز الوحيد تناقش ما حدث بمنز الإيراني اشتركوا في القناة